لا نهاية للحرب في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة تأكيد ورد على لسان وزير الخارجية جون كاري بعد ضغوط كبيرة من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لتوضيح موقف الإدارة حيال النظام السوري كاري اعتبر أن التزام روسيا والنظام السوري باتفاق وقف الأعمال القتالية سيتضح في الأشهر المقبلة مؤكدا وجود خطة بديلة في حال عدم التواصل إلى اتفاق لحكومة انتقالية الدليل يكمن فيما سيحصل في الأيام المقبلة سنعلم خلال شهر أو شهرين ربما ثلاثة ما إذا كانت هذه العملية الانتقالية جدية الأسد يجب أن يتخذ قرارات جدية حول وضع خطة لتشكيل حكومة انتقالية فعالة إذا لم ينجح بذلك سننظر في تطبيق خطة بديلة تصريحات كاري قبلها تشكيك من المشرعين من الحزبين بنية روسيا التعاون مع الولايات المتحدة في سوريا لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يقول أن الدور الروسي بناء في وقت تستمر روسيا بقتل أصدقائنا وحلفائنا هناك وفي إيران وبعد أن توصلنا إلى اتفاق هناك خرقت روسيا قرار مجلس الأمن مباشرة من خلال بيعها طائرات حاربية لإيران الجلسة التي عقدت لمناقشة موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل والتي بلغت 50 مليار دولار سرعانا ما تحولت جلسة لمناقشة اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا والذي يشكك عدد كبير من المشرعين بنجاحه رانا أبتر الحرة الكونغرس